هاي جوزات ازايكم عاملين ايه يا رابطكم بخير طبعا يا جماعة الخير النهاردة فكرة رهيبة ان احنا نعمل نفسنا عروسة يعني هنلبس لبس عروسة وكل حاجة تمام وبعد كده نروح ندور على الزوج ونشوف مين هيرضى ومين مش هيرضى طبعا يا زوجي تمام وبس يا معنى الخير انا دي حط لايك وشيرك وطبعا دلوقتي بنعمل الاسكن بتاعنا مبدئين كده يا جماعة الخير محدش يعمل كده احنا دلوقتي بنشوف نتيجة المرآبات والحاجات اللي احنا عملناها دلوقتي في ناس يعني ناس خافت خافوا مني ولا هو الناس برضو زي ما هي عايزين نتجاوزه واللي عايز كده انتفاهمين قصدي يعني فاهمين يعني ناس زي ما هي قليلت ادب ولا في ناس يعني قليلت شوية تمام فيديو النهاردة هيبقى برعاية حرفيا نهاردة جمعة طبعا فازن القرآن بتاع دهر الجمعة شغل في الجامعة تمام احنا الجامعة بتاعنا جنب البيت فهتلاقوا يعني على صوتي تمام المهم يا جماعة الخير زائد ان حرفيا 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 مبارح انا صورت الفيديو مبارح تمام بسجل عليه صوتي عليه النهاردة حرفيا يا جماعة الخير يعني انا مش هقول لكم طبعا كل مرة انا يعني تعزبت ادي عشان الاقي سيرفر ومش هقول لكم برضو يعني تعزبت ادي عشان الاقي اولاد اصلا عرب يعني كان يعني سيرفرات يعني كانوا كرنج بعمة يعني وطبعا يا جماعة اخير النت كان معلقة قلت لكم وانسجلتم بارح قصدي صورتم بارح فالنت حرفين كان معلقة احنا شحننا بقى مبارح بالليل فيعني كان خلاص قرب يخلص فعشان كده كنت ممشي بطيه بس انا طبعا نمسرع لكم اا يعني قدام شوية لو انا نمسرع لكم الفيديو تمام فيعني هتعرفوا يعني لممشي عادي تمام المهم دلوقتي بقى لقينا الاولاد دي حرفين جماعة لنا الفيديو كان ثلاثين دقيقة بس انا قصيته لان الاولاد مكانتش قبلانا يعني ده انتو هتشوفوا ده يعني ده ممكن الاخر واحد عملتوا يعني مش عارفة ولا هالكم ازاي بس يا جماعة اخير انا كنتم صورة قابليها والناس الاولاد مكانوش بيرضو تمام فده يعني كفو نتيجة تعبنا يعني مراحش عفاضي فهمين ولكن ده قبل فانا جبت القبل بس يعني مجبتش الهمة اللي ما قبلوش تمام فيعني عشان تعرفوا يعني الملحوظة دي اوكي دلوقتي بقى يا جماعة اخير قلت له تكون زوجي اللي اكيد قلت له يالله بينا على بيتنا اوكي ماشي اتشالني طبعا زي من شاكين كده المهم يعني جماعة اخير اني مسرعي اهو عشان يعني يبقى سريع شوية بصوه مش سريع كده انا مسرع على التليفون مسرع عليش اسمه الفيديو اوكي جماعة اخير احطوا لايك جماعة نسيتا ولكم مش عارفة قلت لكم ان لوس حطوا لايك انا عارفة انا قلت لكم اصلا مستطر المهم انه دلوقتي روحنا البيت بتاعي انا وشكله عنده بيت او حاج زي كمهم يعني جماعة الخير انه روحنا البيت بتاعي تمام تمام دلوقتي بقى عايز اشوف حرفين الفيدي كلها ببراعية الولد ده عايزين نشوف بقى هيعمل ايه للأدب ده هنشوف هل هو ها ولا مش ها تمام اوكي اه بما افتوح اوكي فلا حسو يلا بينا ان ندخل دلوقتي يا جماعة الخير عادي جدا اوكي دلوقتي فعني جماعة الخير النهار ده مش هنزلكم اش اسمه مش هنزلكم فيديوهات على القناة الصغيرة ومش هنزلكم فيديو تاني زي مبارح عشان انا النهار ده اروح عند بيت جدي تمام فالنهار ده يعني حرفيا هبقى عند بيت اهل ماما فكده يعني مهم نستجلكم صوتي عشان هنزله في بيتنا عشان حرفيا مفيش لت هناك اوكي اوكي حرفيا يا جماعة الخير بكت بتخلص بصورة عاوي الشركة بتسرق المهم بيقول لي يا جماعة بحبك قد طلو حبك بورسة قصدي اه شكرا لها اصلا شكله ما يعرفش يعني مش مصر يا حاجة زي كده شكله ما يعرفش معناها فقط طلو يعني معناها يعني ميته يعني فيها ميل هو يا جماعة الخير اوكي حرفيا عنا كده نتكلم وحرفيا ننسينا الفيديو اوكي انا نسيت كلمة حرفيا يعني اين نسيت اون لكنật اتكلم جديد في اي جماعة نهاردة مش فاهم انا مش فاهم ايدا انا متوتر على فكرة انا ابق bro اوكي مطابورني فانطلو ايه شو ينسوي رح أقال نعمل ايه وثتي المصري دو ولا يون باي اوكي ام zostaر اقبللي اكل انا وعدنا بقى القعدة دي زي فهد زي فهد في الفيديو اللي فاسعة فقلت اه الفيديو اللي فات كان ايه كان ايه ربي الفيديو اللي فان نسيت اه اللي هو عملت نفسي بيك مي مش فهد يا جماعة الخير كان قعد كده حرفين كان قعد نفس القعدة قال لي اه روح يسويلي اكل على قلب ما اجيب للشغل ليه خدمتهم مك انا عش فهم انا ايضا اوكي راح للمطبخ ورجع تاني عش فهمة طيب تعالى نعمل مع بعض يمكن مش عارف ايه اعمل انا نفس بيك عارف اعمل كتب انا لا سوي الاكل ام المين يعني ام اللي تسوي الاكل حرفين كنت اكتبها له انا عادي جدا عندي ما يفرقش معي طوزوا في الفيديو اصلا يعني اللي هو انا اطفش الولد وهجيب يعني يجيب ولد تاني للفيديو فهمين فيعني طوز فيك انت المهم يا جماعة الخير لو وصلت الى حد هنا صراحة مكنتش عايزة اعملها من بدري كده افا شكرا Winner لو وصلتوا له اخيرة من 4 دقائع او فهمهم من 5 دقائع بس يعني ما علينا لو وصلت الى حد ان ا Lahir اكتبوا لي في التعليقات سيكونوا فايا جماعة جماعة متبع بعرفها تعالى ما تكتبوا لي بس انتكبوا السانوه دولكم تكتبوني كده رمز غريج بس انناوا كده لو وصلت الى حد هنا انا ببص فالشاشة لو وصلت الى حد هنا اكتبوا لي تفاح تمام يعني لو اوصل الله اللى حد هنا اكتبوا لي تفاح او تفاحة يعني عادي المهم يا جماعة الخير لا لا بصوا اكتبوا لي تفاح مش تفاحة يعني تفاح الجمع المهم قال لي نعم ايه وقال له تعالى نغيره دمنا هو لتعالى ننامي فماشي حرفين يا جماعة خالي انا افشا من اول الفيديو ان هو بنت اصلا اللي هو بنت اصلا لان اسم حسابه سندي مش عارف ايه سندي بنت يعني ولا ولد اكيد بنت يا جماعة فحرفين انا افشاة بس دا ايه كده افشاه قصدي فهنشوفها مش عامة بنت ليه وعملة اسكنها كده يعني بس المهم معلنا اكيد هناخد الحمام نغير نغير هدومنا عيب نغير قدامه خيره بس غير قدامه المهم يلا بقى نغير نلبس ايه اكيد البس له حاجة كده عرفين يا جماعة اسود فاسود بصوا اكيد بنطلون البيجاما ده ده تحفة تحفة اكيد ايه ده ايه ده ايه ده البس يا ريان شوية يا ليل الادب يا كلب يا منحرف يا منحط ايه الكلام ده ايه الكلام ده اوكي معنا انا مش هنشتب مش هكمل ايه تيما اوكي يا جماعة خير دلوقتي بقى هنكمل بصوا مش هو اللي ان هلبسه وكده انا هلبس له بقى بصوا كوم كوم حرفيا هخليه عارفين يندم على الكلمة يندم على اليوم اللي قال فيه كلمة دي عالثانية اوكي عايزين بس نشوف نشيل الحاجة دي الشعر ورده شيره ولا لا لا خلي الشعر اوكي خلينا كده سيمبل احنا يعني خلينا كده رائقين تفهمين مش عايزين تقل على الولاد المهم اه دلوقتي الله ده بيغير انت هتلبس ايه انت مش ههم انت صح يعني انا اصلا كنت لبسة فصان فرح انت كنت لبس بيجامة قردي انت فتعمل ايه اوكي معلنا انا دلوقتي قلت له خلصت ايه رأيك بقى في الاسكن هنشوف بقى رأيه في الاسكن يا جماعة اوكي 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 يا عم انت ما علقتش على الاسكن لازم اكتب لك انا اوكي كده بتقل له ايه شرايك ها 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 عايز يهرب يا جماعة ها ها عايز يطلع براء الباب انكوزوني انكوزوني اوكي اوكي يعني ها خلص مش فهم انا ايه ده ايه ايه امر زيك استحيت يعني سينكس اا قلت له شكرا يلا انا تخبط اا قصد ننام اللي هو يعني فهم اوكي يلا بقى نشوف هذا المخلوق الجني لما اعرفوا ان انا عارفة ان هو بنت تخيلوا بقى يا جماعة الخير خلكم بس اعدين عشان تشوفوا الصدمة اللي هعملها دلوقتي بص وص تصبح على خير وانت منهر ومفروض دلوقتي ننام عادي جدا انا على نفسي كنت سكت عشان اصدمه في الصبح بس هو رح كتب حاجة غليبة كده وبعد كده رح تلع بره انا مش عارفة بصراحة يعني انا عادة مستنية ونايمين عالي بصوصه كتب ان شاء الله مش عارف ايه اكيد مش فهم انا كتب ايه ايه اللي كتبه ده انا حرفيا اهموت واعرف كتب ايه في الهاشتاج ده تمام؟ رح تلع عالته الهرب تمام؟ رح تجيبته ابن تاني وقعد نام تمام؟ ادينا نمنع عادي جدا رح نبقى رح كتب حاجة تاني انا قلت له شو؟ قال لي لا مش عارف ايه ولا ايمك ولا ايه قال لي خلاص برضو هاشتاجاته قلت له شو قلت؟ شو قلت انت؟ شو قلت؟ قلت له شو قلت يا سام دي؟ ها 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 لما عرفت بقى اللي اعرفتها اللي انا عارفة اللي انت بنت تخيله بقى تصدم يعني اللي ودت صدم بجد المهم يا جماعة الخير شو قلت؟ اوكي دلوقتي الشي اسمه؟ الظهر ازني يا جماعة الخير فاللي تشوف الفيديو يروح يصلي انا ما هنزله اصلا يعني بعد العصر اتوقع فا المهم يعني جماعة الخير لو كانت فيه حاجة قبلها قبل الفيديو بتاع او في نفس الوقت حاجة ازنت سيبوا الفيديو بتاعها علي جدا نروح وصلي بعد كده رجعوه تمام؟ تمام؟ دلوقتي طبعا جماعة الخير قلت له انا عارفة انت بنت رح قال لي لا ورد بس حسابي في تلفون اختي مش فاهمة ازاي يعني هو بيلعب في تلفون اختيو اهو عمت نفسي كده يعني بعد كده رحت بقى صدمته قلت له طيب انا ده كان مقلب وانا بصورك يالله بقى باي مع السلامة يعني طير طير انت فاهمين رحت بعد كده موادته تمام يا جماعة الخير يعني بجد بجد الراجل تصدم الصدم تصقل هو يعني بما الحرف اخد الصدمة بجد اه المهم يا جماعة الخير نزلت تحت عشان اشوف طبعا ازا كان هو بره الباب مش عارفة هو كاتب حاجة في شات لا فنزلت تحت عشان اعرف اه ازا كان هو تحت يعني جالي تحت في البيت يعني يفهمين اللي هو انا تبنته فا فكر مثلا يبنته بالغلط بس يعني اكتشفت انه هو ما جاش في يعني انطلنش الموضوع المهم يا جماعة الخير ده كان فيديه النهاردة لو اعجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة اكتبوا لي الكلمة السرية ان اقلتها لكم في نص الفيديو تمام اكتبوا لي الكلمة السرية وبس كده جمعت اخي شرق احبكم والسلام